عمر دياب راكب على كل المطربين بقاله 40 سنة ما شاء الله بس بيجي في الآخر وكش ليه؟ انه أخايف ما يطلعش أحسن واحد وهم اتعود بقاله كتير أوف حتته أحسن واحد بيجي في الآخر ويكش الهضى وخايف يرجع يمثل وإفشال تاني وفي ناس كتير بيقولوا انه ما عندوش أي جبول أو كاريزمة هي إيه الحكاية؟ في ناس كتير جدا بتسأل هو ليه عمر دياب ما بيمثلش واكتفى بالكم فيلم اللي عملهم زمان ضل هضبة برضو يا جماعة يعني لو شارك في أي حاجة هيعمل لها اسم عمر دياب من المطربين الأسقياء جدا وزكاءه ده هو اللي مخليه نمبر وان في مصر وفي الوطن العربي بقاله أكتر من 30 سنة لأنه هو شخص مجتهد جدا وبيحب شغله ودايما بيركز فأضق التفاصيل بس الناس كلها بتسأل السؤال ده هو ليه عمر دياب ما بيستغلش نجاح نجوميته في مصر والوطن العربي دي ويعمل أفلامه ومسلسلات ده يوم المنا لأي منتج أن يشتغل مع عمر دياب هيكون ضامن نجاح العمل من قبل ما يبدأ بس المنتج جمال العدل جواب على السؤال اللي مخير الناس كلها مع الإعلامية أسمى إبراهيم في برنامج حبر سري لما سألته هو ليه عمر دياب مش بيمثل حاليا وكان رده منطقي جدا بصراحة لأنه هو قال أن عمر دياب خايف ما يطلعش نمبر وان وحاسس أنه لو عمل كده نجوميته وتتراجع وحصل كذا مرة أنه هو كان بيوافق على أعمال معينة ولكن بيجي في الآخر ويكش عمر دياب ظهر أول مرة كممثل في فيلم الساجينتان اللي تم إنتاجه سنة 1988 وعمل شخصية علي وعلي كان مغني وطبال وعنده فرقة بتغني في الأفراح الشعبية وبعدها شارك في فيلم العفارية سنة 1990 وده من أهم الأفلام في تاريخ عمر دياب واللي تشعر فيه بقى غني عوديا بيليا اللي الأطفال كلها بيحبوها لحد دلوقتي وبعدها بسنتين قدم أفضل أفلامه وهو فيلم آيس كريم في جليم واللي قدم فيه شخصية المغني الوسيم صاحب الصوت الجميل سيف اللي بيحاول هو ومجموعة من الشباب إنهم يظهروا للجمهور ويحاولوا إثبات موهبتهم وبعدها بسنة يقدم عمر دياب آخر أعماله وهو فيلم دحك ولعب وجد وحب علشان يكتب عمر دياب آخر سطر ليه في قصة الممثل ويتفرغ لعالم الغنى ويبقى نمبر وان في مجاله في ناس كتير شايفة إن عمر دياب الممثل ما عندوش أي قبول أو حتى جزء بسيط من مقاومة التمثيل وفكرة إنه هو يمثل علشان هو شخص ناجح بس دي فكرة فشلة جدا لإنه لو عمل فيلمه ونجح وعمل التاني ونجح التالت مش هينجح وبصراحة عمر دياب شخصية زكية جدا إنه هو ما كملش في موضوع التمثيل ده وركز في الغنى أكتر لإنه على الأقل قدر يركز في مجال واحد وقدر إنه هو يكون رقم واحد فيه ولو عاوزين تعرفوا أي قصص تانية عن حياة الفنانين تابعونا على صفحة نجوم الفن